بسم الله أبوالإبن والروح القدس إلى الواحد أمين أخريستوسة نستي كل سنة وإنتوا طيبين ربنا يفرح قلبكم وتبقى كل حياتنا أعياد وفرحانين بربنا نكمل تأملاتنا في سفر التسنية إصحاح سبعة كنا قبل سبوع الألام وقفنا عند توصيات ربنا من خلال موسى أن الشعب ما يختلطش بالوسنين فقال لا تصاهرهم بنتك لا تعطى لابنه وبنته لا تأخذ لابنك لأنه يرد ابنك من ورائي فيعبد آله أخرى فيحمى غضب الرب عليكم ويهلككم سريعا ولكن هكذا تفعلون بهم تهدمون مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم وتحرقون تماثيلهم هنا كان لازم عشان الناس تبقى عايشة في نقاوة ما تسبش ولا حاجة من الحاجات دي موجودة وفي نهضات الملوك الأطقياء يعني عد على الشعب اليهودي من بعد داود عدة ملوك كانوا أطقياء بينما غالبية الملوك بعد سليمان كانوا يميلوا للوسانية أي ملك تقي زي حزقية مثلا زي يوشيا أي إنسان تقي كان بيرجع يقرد شريعة دي كان أول حاجة يعملها أول ما يقعد على كرسي المملكة يقصر التماثيل والثواري ويقصر المذابح الوسانية وينفذ الكلام دا حرفية ودي كانت بترجع الشعب لعبادة ربنا لما بيلقوا ملك قوي بينفذ الكلام بشكل قاطع كان الشعب كله بخاف خوف مقدس ويرجع بقى إيه يعبد ربنا ويلتزم بكلام التسنية ويتعدل الجو كله لو الملك طاري شوية وساب السواري أو التماثيل كانت بتبقى زي الموارب الباب فالناس تقول لك نرضي الملك أهو برضو بيعرف ربنا ونكمل في الوسانية عادي وللأسف كان في ملوك كتير قوي مش قادرين ياخدوا القرار دا فهنا بيقول لهم من البداية لو دخلتوا على شعب ما تسيبوش أي بقايا وسانية في حياتكم ودي بالنسبة لنا أحبائي معناها أي ديول للخطايا ما ينفعش تفضل موجوده يعني أي زعل بينك وبين شخص مش مفروض يفضله حتة جوه قلبك وإلا الحتة دي هترجعتك برتاني والشيطان مش هيسيبك ومصر ياخدك جهنة أي علاقة غير نقية كانت في سكة زنا لو فضل فيه تليفون أو مقابلة بأي درجة يبقى كده إيه دي سواري ودي تمثيل ودي أنصاب ودي هترجع تاني لنفس الحالة الشرير هنا لازم يبقى القرار قرار حاسم جدا والتوبة قاطعة وما يبقى فيه مجال أنك ترجع تاني لأي حاجة من أبواب الشرير ده كله تلاحظوا مثلا في سفر الأعمال صاح 19 كان فيه موقف غريب وقت الكنيسة الأولى وهي دخل على الأمم أنه كان فيه ناس من الصحراء أمنوا عملوا حاجة جميلة جدا جابوا كتب السحر وحرقوها واتحسبت قيمة الكتب دي مبلغ ضخم جدا طب واحد يقول لك كانت تتباعت لا ما تتباعش تتحرق لأنها دي شغل الشطان وحرق الكتب كان صابقة كده وعلامة أن الناس دي صادقة في سكة ربنا ولا يمكن هترجع تفكر في السحر تاني فعملية حرق الكتب أو التخلص من أي بقايا تمت للشطان بصلة دي التوبة الجهد ده الشغل اللي بيعجب ربنا فبيقول هكذا تفعلون بهم تهدمون مذابحهم تكسرون أنصابهم تقطعون سواريهم تحرقون تماثيلهم بالنار لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك أنتوا بتوعوا ربنا إزاي يبقى في حياتكم حاجة مسبتاعة ربنا إزاي تتفرجوا على حاجة خليعة مستبع ربنا إزاي تسربوا حاجات السطان بيرواجها إزاي تدخلوا في علاقات الإيه موضة ومش موضة وده شغل الدنيا كله أنتوا شعب مقدس إذا كنتوا عاوزين تبقوا بتوعوا ربنا خليكوا مع ربنا إن كان الله والله يعبدوه إن كان البعل هو الله يعبدوه حدد موقفك لكن تعرق بين الفرقتين في الآخر محسوب مع جهن مع السطان مش مع المسيح لأنه من لا يجمع معي فهو يفرق من ليس معي فهو علي فلازم تبقى قلبا وقالبا مع ربنا بقرارات شديدة مفيش حاجة ميعا في النص كده لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك إياك قد اختار الرب إلهك لتكون له شعبا تناسي أن ربنا ميزك وقال دول ولادي دول شعبي وبالتالي هو المسؤول عننا ومغطينا ووعدنا بالسماء نستقلب ده كله ونتشبه بشعوب محكوم عليها بالهلاك إيه جمال الشعوب اللي احنا بنبص عليها دي اللي بيتحكوا وبيكركعوا وإحنا عارفين مصرهم زي ما قال الكتاب ويلون لكم أيها الضحكون لأنكم ستنوحون للأبد طب هنبص لهم بأعجاب ليه إيه جمال اللي فيهم وإحنا شايفين المصير بعد كده ربنا اختارك لتكون له شعبا أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض لو الواحد حس بالخصوصية دي إن أنا كمسيحي جسمي ده هيكل للروح القدس هو أي واحد الروح القدس سكن فيه مش أي واحد طيب الامتياز ده مش تعمله حساب مش له برضو التزامات عليك ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب يعني يوم ما ربنا اختار العبرانيين هل اختارهم عشان دول أكبر شعب خالص ما كانوش أكبر شعب كان فيه شعوب أكتر منهم عددا وأكتر منهم يعني جيش وقوة وحاجات كده ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم واختاركم لأنكم أقل من سائر الشعوب والكلمة دي الحقيقة مفيدة جدا ليه لما تقول طب أنا ربنا اختارني أخدم عنده انت فكر نفسك عشان تحسن واحد انت ممكن تكون أسوأ واحد ممكن تكون أوحش واحد وأقل واحد وأضعف واحد بس ربنا من رحمته اختارك لما لقاك يعني عندك إيه بادرة حب كده وتوبة هي السامريا دي أحسن واحد عشان ربنا يسيبها تبشر باسمه هما التلاميذ اللي اتناشر كانوا أحسن ناس في المجتمع من أنه يعني نوع من ناحية العلم مفيس من ناحية الفلوس مفيس من ناحية الزكاء والعبقرية عادي جدا طب أمال إيه حابوا ربنا فربنا لما اخترنا ما اخترناش لأننا أفضل ناس نحن أقل ناس لما الواحد فينا بيبقى متأكد أنه قليل وضعيف ومع كده ربنا اختاره بيقدر الاختيار الإله بحسبها كبيرة قوي أن ربنا بصلي وقال لي تعالى اشتغل معايا رغم أننا أقل من كل الناس دي وفي ناس أحسن مني كتير قوي في ناس أجدع مني في ناس بتصلي أحسن مني في ناس بتخاف ربنا كتر مني طب يختارنا أنا أكتر خيره بقى يبقى كبيرة عندي ولازم أعمل لها مئة اعتبار ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم تعبير جميل ربنا لزق لكم التصق بهم طبعا في العهد الأديم من خلال بس إيه المعجزات اللي بيعملها من خلال الشريعة من خلال موسى النبي لكن الالتصاق في العهد الجديد درجة أعلى اللي ده المسيح بيلزقنا فيه بروحه وبجسده دم فدرجة الالتصاق في العهد الجديد أعلى جدا من العهد الأديم عشان كده كرامة ولاد العهد الجديد لا تقاس بكرامة العهد الأديم احنا في عز واختاركم لأنكم أقل من سائر الشعوب بل من محبة الرب إياكم يعني ربنا بيحبك أدر دي ربنا بيحبك وقالك أنت ابني وبيحبك بنتي وقالك أنت بنتي وعاوزك تستغلي عندي تخدمي عندي أنت حاجة كبيرة بعد كده تعود يتبصي حواليك وتقولي فلان بيعمل وفلان بيسوي أنت ناسي أنت يواخد قد إيه نعمة ومن الأول أنت مش أحسن واحدة أنت أقل واحد ومع كده ربنا منحبه فيك يقول لا أنا عاوز بنتي تبقى معايا لو عملنا لها اعتبار هنفضل دايما ملتزمين مع ربنا بل من محبة الرب إياكم وحفظه القسم الذي أقسم لأبائكم أخرجكم الرب بيد شديدة وفداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر يعني من حب ربنا ليكم والتزاموا بالقسم اللي كان قيلوا لإبراهيم وإسحاء ويعقوب ربنا خرج هذا الشعب بيد شديدة طبعا الكلام ده بقى بعد أسبوع الألام له معنى أجمل وأعمق إحنا كنا محبوسين في إيد الشيطان مضبوطين بالموت والخطيئة كده ممسكين بالموت وبعدين جاء ربنا فتح إيد الشيطان وخدنا غصب كده وانتشلنا عشان ندخل الحات الأبدي حكم الإعدام كان على رأسنا كلنا ولولا الألام والصليب والفداء اللي عملوا المسيح كنا كلنا في الهلاك الأبدي طب ده لازم نقدر بقى الإيد الشديدة دي اللي تعلقت على الصليب عسان تحضن العالم كله ده يعني لازم نقبلها صبح وليل نقبلها في كل كلمة بنقراها ونقبلها في المسبح اللي بنلمسه ونقبلها في يد الكهن اللي شايل الزبيحة ونقبلها في الأيقونات اللي شايلة ريحة المسيح لأنه يعني دقيت شديدة خلصتنا فداكم من بيت العبودية من يد فرعون ملك مصر فاعلم أن الرب إلهك هو الله الإله الأمين الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه يبقى بيراجع مع الشعب تاني يقول لهم إيه افتكر كويس ربنا إله أمين أمين في وعده يعني ربنا مش بيقول حاجة ويطلع مش قد كلام فيش كلمة من كلام ربنا تنزل الأرض طيب الدور والباقي عليك إذا كان ربنا بيوعدنا بالغفران لما نتوب يبقى علينا إحنا التوبة وعليه هو الغفران إذا كان ربنا بيوعدنا بالاستجابة لما نصلي يبقى أنت عليك الصلاة هو علي الاستجابة إذا كان ربنا بيوعدنا بالقداسة إذا كنا نجاهد يبقى أنا عليك جهاد هو علي القداسة طيب ده الموضوع مش صعب الرب إلهك إله أمين وحافظ العهد يعني ربنا يحب يتمسك بعهده طبعا والإحسان ربنا الطبيعته كثير الإحسان يعني الرحمة طبعه فلما بيرجع له الإنسان يطلب رحمة دي مشي مع طبعه للذين يحبونه ويحفظونه وصيان دايما في الكتاب المقدس بعهدي الحب الإلهي يقاس أولا بحبص الوصي ما أكثر اللي بيقوله بنحبك يا رب بس ربنا مش دايما بيأخد عالكلام ليه ربنا بيوزن الكلمة دي بمقياس هو محدده ومتفق معنا عليه من يحبني يحفظ وصيان طب بتحبين بقولك اصهر ما بتصهر حب أخوك ما بتحبوش أعطي ما عندكم صدقة بخيله ما بتديس اتعب معايا بتستخسر مجهودك دعم اصبت تحبين لأنه أنا بعرف اللي بيحبوني هو ربنا ما بيدي حكس علينا فبيقول الحافظ العهد والإحسان للذين يحبونه ويحفظون وصيان إلى ألف جيل يعني يفضل تعب الناس مع ربنا محفوظ متأثر عند ربنا لألف جيل شوفوا سير القدسين مثلا شوفوا تعب ماري جرجس بقاله ألف وسبعمائة سنة مثلا وأبو سيفين وماري مينا ألف جيل بيفتكروا تعبه وربنا ما بديله كرامة قدية في الأرض وفي السماء لأن ربنا ما ينساش تعب أولاده ومحبتهم وإخلاصهم يقدرها جدا ويعمل لهم كرامة ما حدش يحلم به والمجاذي الذين يبغضونه بوجوههم يعني إيه والعكس بقى اللي بيكرهوا ربنا بيكرهوا يعني إيه يتجهلوا تماما يكسروا كلامه لا يعترفوا بوجوده يتحدوا إرادته بوشهم هيجزيهم يعني إيه من أعمالهم بقى هيشوفوا النتائج لأنه ما يزرعوا الإنسان إياه ويحصد أيضا ليهلكهم لا يمهل من يبغضه يعني اللي بيكره ربنا ده مش بتطول الحكاية وبيلاقي إنه بيحصد ما زرعه وبيشوف نتائج صعبة لأنه اختار الشيطان واختار الهلاك بوجهه يجازيه يعني ربنا بوشه يجازيه يعني إيه يعني إلهنا إله عادل نفس الوش الحلو الطيب قوي الغفور قوي هو وش الحق والعدل فما بيدحكش على ربنا اللي اتحدى ربنا مخيف هو الوقوع في يده لأنه دول اتحدوا والتريعوا عليه وصخروا منه وداسوا على حقه وتجاهلوا بوجهه بوجهه يعني هيشوفوا وشه بس هيترعبوا وده اللي بيقوله سفر الرؤية لما بيقول إيه أو لما بيجي المسيح السحاب ستنظروا كل عين والذين طعنوا وينوح عليه جميع قبائل الأرض فهتة تاني يقولوا للجبال اسقوتي علينا وللأكام غطينا من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف لأنه قد جاءت سعت غضبه ومن يستطيع الوقوف بوجهه يجازيه يعني وشه ربنا الحنين قوي بتاعنا ده ليه نحن اللي بنحبه لكن نفس هذا الوجه هو وجه الديان العادل وعشان كده احنا نحب ربنا قوي ونخاف ربنا قوي لأنه هو نفس الشخص إن كان في عدل حقيقي في رحمة حقيقية والعدل والرحمة بيختلفوش جوا ربنا أبدا فاحفظ الوصايا والفرائد والأحكام التي أنا أصيك اليوم لتعمل نرجع للآخر نفس الجملة اللي بنعيدها في التسنية عشرات المرات المطلوب ايه احفظ 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 الاتفاقات راجع وذاكر الوصايا والأحكام والفرائد اللي ربنا مصيك به عشان تبقى تابعه وتبقى لازق فيه وتقدر تقول بحبك يقولك أيوة يا ابن أنا عارف أنك بتحبني تكسر وصاياه ما ينفعش تقول بتحبني ومن أجل أنكم تسمعون هذه الأحكام وتحفظون وتعملونها يحفظ لك الرب والإلهك العهد والإحسان اللذين أقسم لأبائك يعني طول من أنت محافظ على وسيط ربنا ربنا محافظ على العهد يديك الأبدية ويديك على الأرض خير كمان زي اتفاق عمل المسيح مع التلاميذ يسري علينا كلنا ليس أحد ترك أبا أو أما أو زوجة أو أولاد أو حقولا أو بيوتا من أجلي ومن أجل الإنجيل ويأخذ في هذا الزمان ماء الضعف وفي الظهر الآتي الحياة الأبدية لاتفاق طب شوف أنت بتسيب إيه وهتاخد إيه اللي ساب قد كده هيخد قد كده واللي ساب كده هيخد كده وهكذا واللي مش عاوز يسيب لربنا حاجة مش هيخد حاجة طيب والاتفاق كمان مية ضعف مع التهضات يعني ده مش معناه الحياة سهلة في الدنيا اللي فيها تعب لكن في بركة مية ضعف ده غير الحياة الأبدية فهنا بيقول يحفظ لك الرب إلهك العهد والإحسان اللذين أقسم لأبائك يعني اللي يسري اللي فاته يسري علينا كما كان هكذا يكون إحنا مش أول بشر على الأرض ولا آخر بشر وبالتالي القواعد سابت اللي خافوا ربنا وحبوا ربنا وسمعوا وسيط ربنا يبختوا كملوا غربتهم بسلام ودخلوا للفردوس واللي عندوا مع ربنا وكرهوا ربنا وتحضوا ربنا وتجهلوا ربنا ضيعوا دنيتهم وضيعوا أبديتهم ويحبك ويباركك ويكسرك ويبارك ثمرة بطنك وثمرة أرضك هنا بقى اللي بيحب ربنا ربنا بيحبه واحد يقول في ناس بتتفلس يقول لك يعني هو بيحب ناس غير ناس مش الله محبة مش هو محب العشرين والخطاء من ناحية الحب الإلهي مكفول لكل البشر بس مين اللي بيوصلوا الحب مين اللي بيتمتع بالحب مين اللي دايق الحب اللي يبادل الله الحب لكن طب ما الناس ربنا بيحبه ومش داريانا هو بتدوس على هذا الحب تحتقر هذا الحب الإلهي فيانا كلمة ويحبك يعني انت هتسوف قد إيه ربنا بيحبك لأنك بتحبه زي ما قالها القديس يحنى وكان بيحب المسيح جدا فقال ليسوا نحن وأحبابنا الله بل هو الذي أحبنا اللي بيحب ربنا قوي بيحسن ربنا بيحبه قوي قوي طب ده معنى أن حب ربنا مختلف من إنسان لإنسان لا معنى استقبال هذا الحب هو اللي مختلف لأن ربنا بيحب الكل وحبه مكفول للجميع وإرادته خير للكل بس في ناس قدرته بتحبه زي يوم ما دخل عن سامعان الفريسي سامعان أظهر حب للمسيح إنه دعيف بيته سوما مش بيحبه أهو يعني وبيحب نفسه حب الكرام ستة الغلبان الخاطئة دي بتحب ربنا بجد ومكسوفة منه جدا وعملت بوس في رجلين وقال لها أذهبي بسلام سامعان مخدس ليه؟ مع أن ربنا قبل دعوته ودخل بيته لأنه هو التاني مش بيحب ربنا فقلت ويحبك يعني هدو قدي ربنا بيحبك فلو واحد فينا بيقول أنا ربنا مش بيحبني معلش ممكن تغير الجملة وتقول أنا مش بحب ربنا لأني ربنا بيحبك بس أنت مش وصل لك عشان أنت مش بتحبه لو حبته أكتر هدو قدي ايه بيحبك ويباركك ويكثرك ويبارك ثمرة بطنك وثمرة أرضك قمحك وخمرك وزيتك حاجة دي كتفرق جدا عندهم ليه؟ دي معناه عارف لما واحد يقول له باركة في شغلك وبركة في عيالك وبركة في صحتك وبركة في والديك إيه العز ده كله؟ ده كتير قوي كل ده تاخده لما تحب ربنا خمرك وزيتك ونتاج بقرك وإناس غنمك على الأرض التي أقسم لأباك أنه يعطيك إياه هم طبعا ما كانوش وشة ويعز لأنهم عايشين كانوا مستعبدين في مصر ومزلولين وطلعوا الصحرة وابتدى الخير يزيد وقال له ده لسه كان عن فيها خير كتير قوي بستحفظوا الوصية طول ما انت ماسك في ربنا ومركز في وصيته هتلاقي الخير بيجري وراك في ناس مش رادية تصدق الكلام صدقوني الخير والبركة بتجري ورا اللي بيجري ورا ربنا اللي بيجري ورا الدنيا عشان ياخد منها حاجة بتجري منه وتطلع عنه اللي بيجري نحية ربنا ومشغول به الدنيا كلها بتجري وراها بتبقى تحت رجلين ويجي له خير متألة اللي مش عارف له أول من آخر ليه ربنا بيقول كده يحبك ويكترك ويبارك لك وبالتفصيل يبارك لك في كل بند ممكن يشغلك تلاقي فيه باركة يمكن ما كنتش حتى بتطلب ولا ركزت فيه ومحدوفة عليك كده من السماء لإلى انك مشغول بحب مبارك ان تكون فوق جميع الشعوب يبقى هنا ربنا بيحفز الناس ركزوا في الوصية ده اللي انا بطلبه ليكم مش عليكم ركزوا في الاحكام اللي بقولها هتبقى مبارك فوق جميع الشعوب يبقى ربنا عمال يميزك ويرفعك طول ما انت الوصية مركز فيه يبقى ما يميزنا كشعب مؤمنين شعب مختار في العهد الجديد هي وسيط ربنا هي الانجيل اللي في ادينا هو ده اللي يدينا كرامة قدام ربنا هو ده اللي يفتح لنا الابواب المقفولة حرصنا على طاعة ربنا يجعلنا مميزين ومباركين فوق كل الشعوب لا يكون عقيم ولا عاقر فيك ولا في بهائمك بالنسبة للشعب الاديم دي علامات البرك احنا دلوقتي يمكن التناسل ما بقاش اهم حاجة لان احنا بصين على الحياة الابدية خلاص والبتولية بقالها كرامة وكل الناس تجيب عيال في الدنيا ما بقيتش دي اهم حاجة لكن بالنسبة لهم زمان كانت العيال دي حاجة تدل على البركة قال له لا عقيم ولا عاقر كله يجيب عياله ويجيب كتير بالنسبة لنا هنا الانسان الملتزم بوسيط ربنا اللي بيحب ربنا بخلاص روحيا لا يكون عقيم ولا عاقر يعني ايه نجاح اي خاد بيحب ربنا في كتر عياله الروحيين عياله الروحيين مش الجسديين لانه هيطلع من تحت ايده تلاميذ كتير يحبه ربنا وشفناه في الاجيال اللي قابلنا على طول وفي كل التاريخ الامناء المخلصين في حب ربنا يطلع لهم عيال بالالاف ويمكن بالملايين لانهما خدوهم قدوة ومش وراهم فما يبقاش عقيم ولا عاقر في خادم تحسه ايه خدمته عقيمة ملهاش سمر يبقى مش بيحب ربنا او مش بيطيع وسيط ربنا او مش مخلص وامين في حياته مع ربنا لكن الامناء المخلصين يطلع لهم عيال بالعدد فما يبقاش في عقيم ولا عاقر مباركا تكون فوق جميع الشعوب لا يكون عقيم ولا عاقر فيك ولا في بهائمك يرد الرب عنك كل مرض وكل أدواء مصر الرديئة التي عرفتها لا يضعها عليك يعني ايه؟ يعني الضربات اللي جات على مصر الشعب ده شاف مصر في الضربات بس طبعا الجيل الكبير كان بتدعمش كله وجيله الصغير سمع عن الضربات فقال له كل الضربات اللي سمعت عنها والأوباء والكوارس اللي حصلت ما تجيلكش ليه؟ لأن ربنا مأمنك وساتر عليك طبعا ده وعهد عهد قديم عشان انت ماشي معا هنا بالنسبة لنا ناخد الكلام روح تقول الناس دي بتقع في شلزنة ودول بيقعوا في السرقة ودول مش عارفوا حصلت لهم مصيبة ايه ودول وقعوا في اليأس وانت لا يقترب إليك الشر ايش معنى؟ بتحب ربنا ومركز في وصيته فيبقى الشياطين بيحاولوا يقربوا مش عارفين يقربوا منك ربنا محوط عليك فيبقى الضربات اللي بتسمعها عمالة طيح في ناس كتير قوي انت ربنا مساتر عليك ليه؟ مش لانك احسن واحد انت يقل له واحد لكن كونك بتحبه ومركز في وصيته هو مسؤول عنك يرد عنك كل مرض وكل أدواء هنا أدواء بمعنى الضربات مصر الردية التي عرفتها لا يضعها عليك بل يجعلها على كل مبغضيك وتأكل كل الشعوب الذين الرب إليك يدفع إليك طبعا هذا الشعب البسيط الأعزل الغلبان داخل على كنعان قدامه سبع شعوب أكتر منه وبعد كم سنة لما ندخل على يشوع هنفاجأ انه كل الشعوب دي انتهت وبقى هم اللي واخدين كل الخير ده كله إذن اللي قاله ربنا حصل فعلا لا تشفق عينيك عليهم اتفعنا إنه ما تهوتش الشر أبدا ما تتسهلش مع الخطيئة أبدا ما تواربش الباب مع أي شهوة أو أي خطيئة ما تصالحش ناس هيخدوك في سكة الشر يزعلوا يزعلوا يقفل الأبواب وقفلها كويس لأنه الباب المتوارب ده هيضيعك بعد شوي لا تشفق عينيك عليهم لا تعبد آلهتهم لأن ذلك شركن لك يعني دي مصيضة ده فخ فخ محصولك زي كلام معسول بس ما نفضل اصحابه نفضل وانت عارف اللي فيه شويتين وهتبقى نفس الدماغ الملخبط إن قلت في قلبك هؤلاء الشعوب أكتر مني كيف أقدر أن أطردهم لا تخاف منهم يعني ما تعطش تبص بعينيك الجسدية وتقول بس الناس دي أكبر مني يعني هو كل اللي ربنا بيعمله ما بيتحسبش بالعين والعقل أيه طبعا فيه شعوب أكتر مننا وفيه قدرات أرضية وفيه فلوس أكتر وفيه إمكانيات وفيه دهاء وفيه زكاء استنى إحنا اللي معنا أقوى من اللي علينا إحنا مش محميين في قوة بشرية ولا جسدية ولا عقلية ولا مادية لا إحنا اتكلنا على ربنا فبيقوله إيه ما تقولش في قلبك الشعوب دي أكبر مني عطردهم إزاي ما تخافش منهم أذكر ما فعله الرب إلهك بفرعون وبجميع المصريين وفكركم الكلام ده على مشارف دخولهم كانعان وتقوله لأي رب أنا تبعك أنا ابنك أنا غلبان أنت مسؤول عني تخافش هو فعلا مش هيسيبك التجارب العظيمة التي أبصرتها عينك والآيات والعجايب واليد الشديدة والزراعة الرفيعة التي بها أخرجك الرب إلهك تاني بنراجع إيه التأمل في إحسانات الله وفي عمل الله وفي ستر الله وفي رحمة الله اللي معانا يخلينا بصين للمستقبل بنوع من الارتياح والسلام والثقة والرجال إنه إيه اللي كان معانا هيبضل معانا هكذا يفعل الرب إلهك بجميع الشعوب التي أنت خايف من وكا عارفين في مسألة بقى الذي يقول اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه هو ده ما انطبقش إلا في حالة الإيمان يعني إيه إذا كان بيداعب قلبك شوية مخاوف حطها في الصلاة تلاقي المخاوف دي تحولت إلى بركات وإلى مكاسب يعني يمكن يوسف كان خايف تحرم من أبوه عقوب لما تحرم من أبوه عقوب رجاله في الآخر وهو إيه مسك الدنيا كلها ومرتب لمصر وبرى مصر كمان فاللي بتخاف منه تحطه في إيد ربنا بالصلاة يطلع منه نتائج رائعة مش مجرد مشكلة تتحل لا ده تقلب خير وخير ما تتوقعوش كمان هكذا يفعل الرب إليك بجميع الشعوب التي أنت خايف من وجهها والذنابير أيضا يرسلها الرب إلهك عليه اللي هي بقى زي فاكرين ضربة البعود وضربة الدبان وكان فيه ضربات على مصر مرعبة وما حتش قدر عليها رغم أنها كانت دولة قوية جدا لكن فيه ضربات بتبقى زي كورونا النهاردة على العالم أقوى دول العالم اتهزت اقتصاديا لأنه حتش عارف لها حل فهنا الذنابير يرسلها الرب إليك عليهم حتى يفنى الباقون والمختفون من أمامك يعني ربنا شغال حتى من وراءك بيسوي أمور كده أنت بتكتشفها بعد سنين أنه هو أفل يعني أبوابك تتفتح عليك وأبطل مؤامرات ما كنت سعدها وستفلك الدنيا لأن ربنا متابع العالم كله عشان خطرك لا ترهب وجوههم لأن الرب إلهك في وسطك إله عظيم ومخوف كلام مشجع وجميل وطبعا نفس الكلام بيتقلنا ما تخافش منهم ما تبصش لوشهم على أن دول ناس بتتكلم كلام كبير وإمكانياتها ضخمة إيه يطلعوا رؤساء العالم ولا السلاطين يطلعوا إيه مزبشر في الآخر طب إحنا بنتعامل مع مين مع اللي خلقهم مع ضابط الكل مع رب الجنود ده عنده جيوش ملايك الملاك الواحد فيهم بجيش في الدنيا فلا ترهب وجوههم الرب إلهك في وسطك طبعا إحنا في سبوع الألام عادنا نقول عمانه إيه الإلهنا في وسطنا فرحنين بيها دي لأنه في وسطنا دي فخرنا إن ربنا وصطينا ومعانا ومش بعيد عننا بصص من بعيد ده من قوة كنيسة إله عظيم ومخوف ولكن الرب إليك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلا قليلا حكمة ربنا إنه ما بينهيش المشاكل مرة واحدة حكمته ليه؟ لأنه ساعات لما المشاكل كلها تخلص مرة واحدة الواحد يقع في رخاوة في كسل في ميوعة في افتخار في تعاجب في كبرياء ربنا دايما يسيب لنا في حياتنا منغصات عشان برضو إيه هي اللي بتخلينا نجري نقوله خليك معنا رب رحمنا رب لو المنغصات دي كلها راحت إحنا غالبا هنن في الخط فيطردهم من أمامك قليلا قليلا لا تستطيع أن تفنيهم سريعا لألا تكسر عليك وحوش البري عمليا في الزمن ده لو شعب في يوم وليلة ما تقول له إيه اللي بيحصل الحيوانات المتوحشة تيجي تاكل الجسس وتسكن في المكان فيبقى دا الأرض دي غير صالحة للسكنة برضو دا دا عمليا فربنا كان يبيد الشعوب بدرجة كده واحدة واحدة ليه؟ لأنه البديل كانت وحوش البريه هتسكن يبقى شعب اليهودي مش عارف يدخل أو يسكن في كنعان بيشبهوها الأباء بإيه؟ لو أبيدت الخطايا مرة واحدة في حياة ولاد ربنا يجي شياطين من نوع أصعب يسكنوا في القلب فربنا يسمح لولاد أنهم يتدرجوا في الحياة الروحية نقع ونقع 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 وفين لما خطيئة تتشال وخطيئة تتشال والواحد نفسه ينضفه يخلص من دا كله مرة واحدة وربنا أقول لك بالرحة قليلا قليلا ليه؟ في وحوش أصعب من اللي أنت عندك فلو إيه؟ كله تشال مرة واحدة الوحوش دي بتدخل فربنا ضابط الكل بحكمته شايف أنه إيه؟ خليك على قد جهادك والمعركة اللي أنت فيها دي أرحم من معارك أخرى أنت مش قدها عشان كده لما تسمعوا عن الناس وقعت في خطايا صعبة من ولاد الكنيسة قولوا دول ناس كبار حربهم صعبة إحنا مش قد الحرب دي خالص فربنا ما سمح لناش بالمعركة دي سيفن على قدنا وما نقدرش على وحوش البري عشان منه أعصف إدانة حد يبقى ربنا يطردهم قليلا قليلا يدفعهم الرب إلهك أمامك ويوقع بهم اضطرابا عظيما حتى يفنوا ويدفع ملوكهم ليدك فتمحوا اسمهم من تحت السماء فعلا لما نراجع كده تاريخ المسيحية المسيحية طلعت في مجتمع روماني قاسي وياما أجددنا دول اتحرقوا وتولع بهم عواميد الشوارع واتدبح منهم آلاف ويمكن ملايين وتعرضوا للطهدات عنيفة جدا حد النهاردة بيفتكروا الرومان موضوع تاريخي بيدرسوه في التاريخ فين الامبراطورية الرومانية اللي قالت في يوم من الأيام لن تنتهي أبدا ما انتهت جيت مجتمعات تانية بعدها وبرضو تصوروا خلاص حكموا العالم كل وراحت عليهم وهكذا فهنا بيقول ايه يدفعهم الرب إليك أمامك ويدفع ملوكهم ليدك فتمحوا اسمهم من تحت السماء فيه أباطرة كانوا فاكرين اسمهم هيخلت راحوا أسمهم من تحت السماء اللي اطهدوا الكنيسة يمكن ما نعرفش أسمهم لكن الشهد عارفين أسمهم وأسمهم منورة في السماء لكن تحت السماء حتى اللي افتروا عالكنيسة دول اتناسهم وبقوا دخلوا الأبور زي غيرهم وليهم هلك أبدي كمان يدفع ملوكهم ليدك فتمحوا اسمهم من تحت السماء لا يقف إنسان في وجهك حتى تفنيه وده تعبير هيتقال لي يشوع مخصوص وبيتقال هنا للشعب كله محدش هيقف وشك لو انت ماسك في ربان طول ما انت بتجري على ربان وشايف نفسك ضعيف وقوتك في ربنا مش في نفسك ومتمسك بوسيط ربنا ولا بني أدم يقدر يقفوا صادك بصوا الواحد زي القديس بولس ايه إمكانيات بولس عشان يدخل بلاد ويفتح هو يعني راجل معاجس ده هو راجل غالبان وخسر كل حاج لا فلوس ولا منظر ولا صحة ولا حاج إنما معا ربنا من بلد لبلد نلاقي المسيحية ماشية زي النار ومحاش قادر يقفوش لأن ربنا معا لا يقف إنسان في وجهك حتى تفنيهم وتماثيل آلهاتهم تحرقونا بالنار لا تشتهي فضة ولا دهب مما عليها لتأخذ لك لألا تصاد به حكمة جميلة يعني ما تدخل على البلاد دي هتلاقي فيه دهب وفضة معمول بيهم تماثيل تقول طبعا أنا مش أخد التمثال أخد الدهب والفضة بتوع التمثال خلي بالك ده كله ملوس بفكر وسني دي شهوة ردية في ناس برضو عاوزت تاخد حتة من الشر وتحللها لنفسها قال له لا هتصيدك الحتة دي هتوقعك في الشرك لأنه الأفضل تخلص من أي حاجة ليه علاقة بالشر من ريحة الشر لا تشتهي فضة ولا ذهب ويمكن ده اللي خلى القديس بولس في العزة المشهورة بتاعت الكهنة بتوع أفسوس أعمال عشرين قال لهم فضة أو ذهب لم أشتهي لأنه كان محافظ صفر التسنية كان مذكره كويس جدا فبيأكد لهم أنا ضميريا فضة أو ذهب أو ثياب من أحد لم أشتهي أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجاتي الذين معي خدمتها هتاني اليتين في كل شيء رأيتكم أنه ينبغي أن نتعب ونعدد الضعفة يعني إحنا نشتغل ونخدم نخدش حاجة من حاجة لا تشتهي فضة ولا ذهب مما عليها لتأخذ لك لألا تصاد به لأنه ركس عندنا الرب إلهك الحاجة اللي راحت للوسن تدخل عندك تلخ بطلك بيتك ويدخل الشيطان معه ولا تدخل ركسا إلى بيتك لألا تكون محرما مثله تذكره في حياة يشوع قصة عخان بن كرمي لما يشوع بتدي كانت نفس كلام موسى بالزبط تحرموا كل حاجة وتحرقوا كل حاجة راحت للشيطان عخان قال أخدها بدماغه وقال لك إلا الشيطان دهبوا فضة وحاجات غالية جدا واخدها من وراء يشوع وطمرها في الخيمة وخباها وقال لك أنا بقيد غاني كده فحصل مصيبة بعده ما بقاش في باركة واتغلبوا من قرية ضعيفة اسمها عاي ويشوع يعاني بقى مسكينه بيبكي ليه يا رب حصل ليه سبتنا ليه فقال له في وسطك حرام في واحد كسر الاتفاء واحد خبل حاجات المحرمات في الخيمة جوه معسكر اليهود لازم الحتة دي تتشال وتترمي بره لا تدخل ركسا إلى بيتك لألا تكون محرما مثله بس لو الواحد ضميره نقي ومدقق كده ما يدخلش حاجة على بيته فيها شبهة شر امتنعوا عن كل شبه شر اي حاجة ضميرك ايه لأ منها ما تسبهاش تدخل بيتك اما كانتش تأذيك ممكن تأذيه لهادك ممكن الاطفال اللي طلعة تتلوس بفكر غريب بعد كده بعد سنين تلاقيهم راحوا في سكة غلط وتبقى انت فتحت الباب لا تدخل ركسا إلى بيتك لألا تكون محرما مثله تستقبحه وتكرهه لأنه محرم دي جميلة معناها ايه مش كفاية تقول لا للشر نبسي تكره الشر يبقى الشر قبيح في نظرك مش يبقى الكذب شطارة ده الكذب ده ملعون ما تبقى السرقة دي جدعانة وفهلوة السرقة دي مصيبة دي هتضيع أباديتك وتضيع منك البركة مش تبقى مش عارف اللخبطة اللي في الدنيا سقاوة ودحك لا دي كوارث تستقبحه تكرهه يا محب الرب ابغضه الشر يبقى أولاد ربنا بيكرهوا الحاجة الغلط مش مجرد ما بيقبلوا هايس ما بيقبلوا هايس دي درج لا الدرجة الأحلى إنك تكرهها لأن اللي بيكره الحاجة بيقومها من قلبه وبيستحلف لها وبيصر على إنه يخلص منها فهنا بيقول تستقبحه وتكرهه لأنه محر يعني بالبلد كده اللي ربنا مش بيحبه انت كمان ما تحبوش ربنا بيكره الخطيئة انت كمان تكره الخطيئة كل أنواعها ودرجاتها كل الشهوات واللخبطة اللي في الدني ربنا مش بيحب اللخبطة دي انت ما تحبهاش زيه عشان تبقى تابعه يبقى احنا عاوزين نتقدم روحيا لدرجة ان احنا نبغض الشر مش مجرد يعني ما نعملوش لا ما نعملوش دي درجة بسيطة إنما نبقى ضده ونقومه ونتحداه ونوبخ الشر وما نسمحش بوجوده بأي درجة في حياتنا أو في بيوتنا يبقى صحاح سابعة كمّل الوصايا ومعاها الوعود قال لنا مسكه في ربنا حتى هيقف وساطكم كل الدنيا هتبقى تحت رجليكم شعوب أكبر منكم هتخض عليكم فيش إنسان هيقف وشوكم المهم إن انتو ما تسمحوش للشر يدخل بيوتكم وقلبكم وتبقى مرائب نفسك عشان محافظ على نفسك لأنك شعب مقدس كلمة شعب مقدس دي تخلينا في أفراح الأيام الخمسين اللي احنا فيها بقى احنا شعب اشترينا بتمن غالي احنا شعب قيامة الأموات احنا اللي معانا معادي يوم ما ندخل الأبره هيصحينا المسيح بصوته ويخد مع السماء فاحنا شعب مقدس بنفرح بأفرح السماء وفرحانين بنروح القدس الساكن فينا ومستمتعين إن احنا خاصة للمسيح إن احنا أعضاء في جسده فنبقى قد العهد اللي بيننا وبينه لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد ناخد آية واحدة تقول ايه الرب إلهك في وسطك إله عظيم ومخوف تسنية سبعة واحد وعشرين لا ترهب وجوههم لأن الرب إلهك في وسطك إله عظيم ومخوف تفضل نصال اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن أيضا لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يصع ربنا لك الملك والقوة والمجن محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلص نيسو على المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم انضوا بالسلام سلاما ربيكم معكم